متابقنا الضر في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدنا فيديو جديد بحيث عندما قمت بوضع هذا الفيديو عن برنامج VPN جيد بالنسبة للدول العربية والأجنبية ولكهرية في كثير من الأمور بحيث عندك متابق على إن هذا VPN في بعض الأحيان يقع ويظهر الAP الحقيقي الخاص بك وبالتالي سيتم حذرك من أي لعبة كنت تلعبها أو موقع تسجلت به إذن ما هو الحل؟ لذلك هذا المتابع للقناة خاف حتى أن يشتري VPN المدفوع وتقع له نفس المشكلة وليس هذا فقط اتصلت بالدعم ولكن لا حياته لمن تنادي لذلك الآن ليس عليك شراء VPN أو استعمال VPN مجاني وتقع في مشاكل يمكنك استعمال VPN الموجود في الويندوز الخاص بجهاز الكمبيتر الخاص بك العداء قبل أن نبدأ لنسى الضغط على زر الأحمد للشراك وتفعيل ميزة الجرس ودعمنا باللايك كذلك لا تنسى الضغط هنا تأخذك مباشرة إلى الموقع الخاص بنا قوم بتصف أحد التدوينات التي نضعها ويسألك نحن في انتظاره حتى نجيبكم عنه لذلك لا تنسى الضغط على متابعة حتى يصلكم جديد موقعنا وتكبر عائلة الموقع الطريقة التي سنتحدث عنها اليوم هناك ثريقتين هذا الموقع الأول مستعمل وهذا الموقع الثاني لاحظوا فيما يخص الابي أدرس الخاص بي واستعملت موقع خارجي حتى نؤكد الأمر لاحظوا الابي الخاص بي بآخره 188 ونفس الشيء وأوله 41 إذن كيفية الطريقة الأمر بسيط فكل ما علينا أذهب إلى إبداء ثم الإعدادات من الإعدادات إلى الشبكة والأنترنت بعد ذلك نذهب إلى الـ VPN الموجود هنا نقوم بالضغط عليه ثم نذهب إلى إضافة اتصال VPN من هنا نبدأ الإعدادات الخاصة بالاتصال لهذا الـ VPN فيما يخص هذا الموقع الأول أهم شيء سنستعمل طريقة اتصال اسمها PPTP VPN جيد كيف نعود إلى هنا؟ أول شيء يقول لك الخيار هذا سواء بأي لغة متوفر جهاز الكمبيوتر خاص بك وجود خيار واحد نختاره هنا اسم الاتصال سنختار مثلا 2021 هنا اسم السيرفر الذي سنستعمله هو ما عملنا بنسخه هذا اسم السيرفر نعود إلى الموقع يمكنك اختيار إما عن طريق الولايات المتحدة تقوم باختيار هذا أو هذا وإن أردت كندا تختار هذا وإن أردت كذلك كندا تختار عنه وإن أردت باقي الباقي فكل ما عليك اختيار هنا أو هنا نحن اخترنا أول خيار وهو هذا نعود بذلك يقول لك اختيار نوعية بروتوكول سنختار PPTP كما قدنا هذا هو البروتوكول المستعمل هذا جيد بعد ذلك نعود بذلك هنا اسم المستخدم وكلمة السيرفر من هنا يجب أن نضع اسم المستخدم وهنا كلمة السيرفر نعود إلى الموقع هنا اسم المستخدم وهنا كلمة السيرفر نقوم بإنساقي هنا وهنا نلطق كلمة السيرفر ثم نعمل انجستريفر راحض الوضع للشبكة بـ 2021 وهي الشبكة التي قمنا بإعدادها نقوم بالضغط عليها ثم نعمل اتصال ننتظر إلى أن يتم الاتصال الآن متصل نعود إلى المواقع التي استعملنا في ما يخص إضاءة الابي الخاص بي لاحظوا هنا الابي 188 أوله 41 نفس الشيء هنا 88 وأوله 41 نعمل إفريش للصفحة هذه ورفريش للصفحة هذه اخترنا VPN في ما يخص الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية وهنا نفس الشيء إفري مائتين واربعة أحيثوا إفري مائتين واربعة 98 سبعة اتنوستين واربعة نفس الشيء وهنا تستطيع أن تعرف المكان بالضبط الذي نحن متصلين منه أوكي وهنا باقي المعلومات الأساسية التي لربما يطلب منك استعمالها فيمكنك استعمالها دائما الأمر الراجع لك في استعمال الVPN الخاص بي انتهينا من الطريقة الأولى الآن لنذهب إلى الطريقة الثانية وهي أجمل طريقة بالنسبة إليه هذا هو الموقع الثاني نقوم بإلغاء هذا الVPN من هنا نقطع الاتصال ويمكنني عمل له سوبريمي سأتركه 2021 الآن لنقوم بتحديد الصفحة حتى يعيد لي المكان الصحيح أو الIP الصحيح نراحظوا نحن في الجزائر هنا موجود المعلومات الخاصة بي في الجزائر ونفس الشيء هنا في الجزائر هذا الموقع الذي سنعمل به ولكن فيما يخص هذا الموقع يستعمل بروتوكول آخر وهو SSTP كما هذا الموقع يدعم ويندوز فيستا سبعة ثمانية إلى الويندوز الحالي في حال أنت لا تعرف إعداد فيما يخص ويندوز فيستا أو سبعة أو تمانية أو تمانية فاصلة واحد أو غيره فكل ما عليك الضغط هنا على Connect Guide بحيث يشرح لك كيفية التعامل أو إعداد VPN بحيث يشرح لك بالتدقيق طريقة التعامل مع الأمر فكل ما عليك متابعة وقراءة طريقة الإعداد نعود إلى هنا ونختار VPN نختار هنا دائما الخيار الأول هنا الشبكة سنختار 2023 هنا اسم بروتوكول الذي سنعمل عليه هنا سنذهب إلى الموقع ونختار الخيار لك إما جميع هذه متاحة لك كوريا أمريكا كرادا سنختار كوريا مثلا في كوريا سنقوم بنسخ هذا ال VPN نذهب إلى هنا نعطيه الاسم هنا نختار البروتوكول وهو SSTP كما قلنا في الموقع ثم بعد ذلك نترك هنا اسم المستخدم وكلمة السر وهنا نضع اسم المستخدم وكلمة السر من أين نحضرها نعود إلى الموقع نزم نلفاز الموقع كلمة السر واسم المستخدم من نفس الشيء VPN نعمل لها النصخ ونذهب إلى هنا نعمل لسق هنا ولسق هنا ثم نعمل انجسخي اخترنا 2023 نعمل كونكت سنعيد أن نتأكد من موقعنا الجزائر وهنا الجزائر نعمل اتصال لـ 2023 جيد حتى اتصاله أسرع من الموقع الأخر نعمل ريفريش للصفحة ونرشي تحديد الصفحة الأخرى بالنسبة إلى الموقع المحتمل نحوز مباشرة نعطاك كوريا مائة وعشرة مائة وثلاثة وخمسون منطقات كوريا منطقات بالضبط هذه والأدرس نحدد مائة وعشرة مائة وثلاثة وخمسون جيد يعني طريقة بسيطة ومضمولة لن تخاف من الـ VPNات الأخرى لا ربما تصيد احتيال لا ربما تجسس وتعطيك برمجيات خابثة لا هنا VPN موجود في جهازك المهم اخواني في الله كان هذا الفيديو اليوم وإي شخص لديه مشكلة ليضحى في سؤال سنجيبكم عنها عن طريق الفيديو وإي شخص يتفد من هذا الفيديو لا ينسى دعمنا بالاشتراك واللايك والتعليف الإجاني بآخر كل الفيديو سبحانك اللهم بحمدك أشهد لا إلا إلا أنت أستغفرك وأجوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر